موضوع الخيانة. موضوع الخيانة، موضوع الشائكة. الله عز وجل الله يحب الخائن. الله سبحانه وتعالى عمل مساق الزواج مساق غليز. عارفين كده أخدتهم بكلمة الله. إنت أخدت زوجتك دي بكلمة الله. واستحللتهم فروجهم على كتاب الله وسنة رسول الله. يبقى أنا لازم الأمر اللي أمنت الله وكلمة الله ده أدخلي بالي. غير كده كمان الله عز وجل قال عليهم مساق غليز طيب. أنا ثالث شريكين ما لم يخونا. الزوجة ما لم يخونا. الله عز وجل يكفي أن أقول لك في موضوع الخيانة. إن الله لا يحب كرسة الموضوع ده. إن الله لا يحب. لا يحب الخائن. طيب. هنتكلم إن شاء الله على درجات الخيانة ومفهوم الخيانة. خليني مفهوم الخيانة هي خيانة خانك. هي خانتك. حيثت خانتك دي فيها آلة. شو ها أقول لكم عليها وشو بها. والكلام اللي النساء بيقولوش. معنا بتكلمونا إحنا بالكلام دوت. وهو لما يجي يقولوك كده تقول استحملي واسبري وبيتك. وأنا لما أعمل. بس الأمر طبعا أنا على نفسيتي أنا بيبقى صعب شوية. وبرضو عند في دماغي بقى. أو تزني الحرة يا رسول الله. بتقول له كده. أو تصرخ. تعرف أنت كده الكلام إزاي يعني. إزاي الأصيلة المحترمة. المتربية الدينا. الخلوق اللي على خلقه دين. تعمل كده؟ أعمل جدا جدا. خلونا بقى. الخيانة رقم واحد لمن؟ أو خان الله عز وجل. خان ستر الله عليه. خان أمنت الله عليه. خان أنا ثالث شركين. ما لم يخونه. خان المعاني دي كلها. فالأصل هو الزنب وعمله لله عز وجل. رقم واحد وعمله. عمله في حق الله. يتوب. مش يجي يستغفر لك ويعمل. لا مش لك. يتوب ويستغفر لله سبحانه وتعالى. خلينا نبقى واضحين في القصة دي. أما قسر بخطرك. وخصوصا حبيب وزوج. ما عرفش عندك حق. طيب ده أنا كنت عاملة نفسي ومسوية نفسي. آه عندك حق. لكن لازم أقصل الحكتين دول. هو عصى الله عز وجل. تمام. وعصى الله فيك. وخان أمانت الله سبحانه وتعالى عليه. ومرحبه الله. ويستغفر لله عز وجل. ويتوب لله عز وجل. ده رقم واحد. وبعد كده بقى يشوف بقى حقوق العبادة اللي ضيحها. ده معنى الخيانة. طيب. درجات الخيانة. آه هي دي بقى اللي بتعمل قلق عند معظم الناس. وده اللي أنا عاملة. يعني حلقتنا النهار ده عشان نوضح شوية حاجات. لا بصوا بقى. يعني يجي سؤال مثلا في حلقات. مثلنا بقى لنا قد كانت ثلاثة أربع سنين. تيجي مثلا سؤال على جزء. فنجاوب على قد جزء السؤال. وبعدين لا ما هدكتورها. لا الموضوع النهار ده. أنا هقوله بصورة شاملة. وبصورة كاملة. ماشي. علشان ما تجيش. لا الشيطان يلعب في دماغك. وتاخذ قرارات. انت ذات نفسك تمدمي على. ولا أنت كمان. تاخد قرارات وتعمل كذا. في وقت الغضب. ووقت طبعا الثورة. والفورة بتاعت. انك تصدمت بالمشكلة. خلونا نعرف ازاي درجات الخيانة. درجات الخيانة عندي شات. عندك شات. وشات محرم. شات بينهم ما بين أي واحدة. وشات بينها. استغفر لهم بينها أي راجل. علاقات محرمة. درجات بقى. العلاقات المحرمة دي بتبقى درجات. مثلا مقابلات بس. أو شات بس. أو استغفر لا. العلاقة الكاملة الكبيرة المحرمة. اللي هي تعتبر من السبع الموبقات. طيب. اتصرف ازاي في كل درجة. وهنتكلم طبعا. يعني. ازاي في كل درجة. اعمل ايه. خلونا بتدليكم في الأول. شات وخيانة. الشات وخيانة الواي فاي. خيانة النت. مجرد بس كده. قبل ما اقولك تعميلي ايه. انا عاوزاك رقم واحد. انك تستوعي بنفسك. عارف انت كده. ما تعودي كده. لو تهدي مع نفسك. صدمة. طبعا صدمة. صدمة اخدتها في حب حياتك. في زوجك. في شركك. في بعيالك. في حد انت وثقة. في ثقة عمياء. وحد مؤتمن عندي. ولا يمكن كنت تظن فيه كذا. ده كان في مرتبة عالية جدا. لا يمكن كنت تعمي كذا. بلاش الجزئية الاولية. هتصدمي بس اهدي. انا عايزاك تهدي. ما تصوتيش. فكري بعقلك. بلاش قرارات مصيرية تغديها. اول ما تعرفي. ده انا كذا. وهعمل كذا. وتتصل بالعيد. بلاش فضايح. بلاش صويت. والناس كلها تسمع. وبلاش كذا. والناس كلها عرفت. لا لا لا. ما فيش ازبري. انا هقولك تعمل ايه. انا ما بقولكيش اجتمي مشاعرك. وما بقولكيش مصاب. ما بقولكيش كده. بس اهدي. علشان ما تخديش قرار في وقت. الفورة الاولانية دي. ندمي عليه. وكان حاجة ممكن تتعالج بدرجة اقل من كده. وضيعت عليها بسبب الغضب والكلام. بالراحة. مش قادرة. صح. اللي ايده في الماء. صح. اصل انتو مش حاسين قد ايه. ده انا شفت بعيني. ده شفت كلام ما بقوليش. ده قال لها ما عرفش. صح. قول عندك حق. ما حدش درجة خلطك في الكلام ده. بس. عايزك تيدي وتستوعيبي بس الموقف. وما تخديش قرار. ده انا طلبها منك في اول حاجة. تاني حاجة. معنى هاتك الستر. اتهتك ستره. يعني كان بيعمل حاجة. وكان كذا. وكان يقول هاتك ستره. مش من اول مرة. عارفين هاتك الستر بيجي. الله عز وجل يستر مرة. واثنين. في ناس. انا اعرف ناس. الله عز وجل ستر عليها. يعني مثلا. انتنشر سنة ولا حاجة. من اول ما بنتها. الاول بنت ولدتها. بنتها الكبيرة. لحد ما بنتها. بقت في قولة عدادي. وانا اعرف كلا من الناس. ونروح وننصح وكذا. يا بنتي. الله عز وجل يا بنتي. يا بنت الله. كذا. مرة. ده ما بنتها. بقت في قولة عدادي. وتم هاتك الستر. واعرف من الرجال. يعني يكون لسه يعني. ما اوش فهم حاجة. في اي حاجة. والكلام ده. وراح. مش عارفة. اكلم ايه. هفوة. معصية. غلطة. شطان. وسوسة. ما زل ما تسمونه. لكن هو معصية الله سبحانه وتعالى. حصلت. وكذا انكشف من اول مرة او تاني مرة. ايه المعيار مش بتعلم. ما نعرفوش والله. لكن في هاتك الستر. وده حاجة توجع. حاجة تمزق القلب. ان الله سبحانه وتعالى. بعد ما كان ساب الستر عليك. كشف. وصلى الله سبحانه وتعالى. باسم الستير يا رب. يستر أمة محمد كلها. ويتوب عليها. قوله امين. فهاتك الستر شيء صعب. صعيف شيء صعب. لازم تبقي فاهمة كده. وهو في خضاء. ساعات كتيرة جدا جدا. اللي بيبقى صدم من كشف الستر. ومن هاتك الستر عليه. عارفين يحصل ايه. تبص تلاقيت صدم. عارفين العلاق بالصدمة. وقت ما. وكذا. وطوبة إلى الله. واستغفر الله يا رب. ويرجع. 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 وبتبقى حاجة كويسة. وبتحسن توبتهم يعني. او الله بتحسن توبتهم. واعرف من الناس. والحلاك كتير جدا. بما ان ده مرض العصر. صلى الله سبحانه وتعالى. عفو الله عافية. اللهم امين. عارفكو. هاتك الستر بيكون ازاي. طيب. يبقى موعزة. اعمل في هاتك من باب ايه. ما بالأقوام. بلاش تواجه. يعني تلميح. لا لا لا. انت بتقولي ايه. لا لا لا. ده انا لازم اوقفوا قدام نفسه. ما انا بقولك. احنا لسه في مرحلة شلسة. لسه جايين. احنا لسه ما تطلعيش. ما تنطيش درجات الحل السلم. لما تاخدي اثنين تلاتة كده. هدي معايا بس. طب انا قلبي وجعني. ده انا قلبي ايضا. بص بقى. ولو جه لمسني. كأن النار مولع. لا يمكن. ايه دي. ايه دي. عشان نعرف نحل. ونعرف نرد الراجل ده. ونكونش عاون الشيطان علينا. يبقى مجرد تلميح مش تصريح. ما بقى كذا ده. انا اعرف كذا كذا كذا. والله سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقول كذا. واستغفر الله زن بالأمر ده. كرس. طيب. دي تاني خطوة. انا بقولك حاجات تستعيني بالله سبحانه وتعالى عليها. وبقولك حاجات كذا. انا ستكلم عن الراجل طبعا في الاخر. يعني خلينا اولا اوجيلك. لان ده الخضم الاعظم. يعني. نادر قلة قليلا. يعني صلاة العفوة العفوة العفوة. لما تلاقي الست هي الوقت ده طريق مش كويس. لكن. الراجل واحتكاكات والنساء. والحريم دلوقتي بيرمت. يقولك يعني. ايه المشكلة يعني. ايه المشكلة. راجل أحسن من ضل حيطة يعني. وان شاء الله يعني. ان شاء الله. لا تكلمش دلوقتي في حل الأمر. الحل ده خلاص. احنا متوفقين عليه. لكن انا بتكلم على الخطوات الحرام. لالله سبحانه وتعالى لا يبارك. لا في العلاقة. ولا في البيت. ولا في الرزق. ليه. ليه نعرض نفسنا لكده. طيب. خطوة الثالثة. لو استمر بقى. انت لمحتي هو. وبكذا. ومستمر بقى في الشات وفي الحاجات. وانت عملك جدلك. انت في الشات. ولا رابط الجهاز. ولا خدتي جهاز قديم في الإيميل. مفتوح. هيسة. هيسة جميلة. كبيرة. يبقى وجهي. واسأليه عن سبب الخيانة. ليه. لقى معه. هيقول ده أنت وانت. أما وجهي والله يا زوجي. أنا شفت كذا كذا كذا. والأمر ده كان خنجر في قلبي. والأمر ده كان كذا. وشفته يا ريت. عيني ما شافت كذا. وانت قلت كذا. لا. ومش أنا. واحد صاحبي. واحد صاحبي يخذ الموبايل. واحد صاحبي بديته أميره عشان يعمل كذا. فهو ألمي. انتو عارفين لما حد يحاول يهرب من حاجة. وكذا. الله سبحانه وتعالى ما تكونش انت. ده خطوات. لكن لا. وأنا. وجاهر. لا. خلي بالك. مجاهرة ده يبقى فيها قاعدة وفيها رجالة. لكن. غلطة. وانت حبيبتي. وانت زوجتي. وانت كذا. شفتوا الكلام إزاي. غلطة. أصلها ضغطة. لحظة شطان. فيه بيقول كده. قول كده. لو أنت فعلا. قول كده. ما تخسرش بيتك. ولا تخسر عيالك. ولا تخسر زوجتك. ماشي كده. زوجتك دي الأصيلة. زوجتك دي الصالحة. أنا هنا بخطب الرجال. والنساء والرجال نهاردة يسمعوني. أنا هخطب الرجال بصفة. بشرى في آخر الحلقة. برضو تسمع. زوجتك دي الأصيلة. الصالحة. الطهرة. اللي محافظة على فراشك. اللي محافظة على نسبك. وعلى بيتك. وعلى أولادك. اللي شايلك جوه عنيها. قول. غلطة. قول استغفر الله. قول الشيطان. إنت اللي عند. طلق. لا. ما فيش طلقات. ولا الكلام دا دلوقتي. إزبري. إزبري. إمتى هقولك. لا أنا مش قد. هقولك. إمتى هتتوصل المرحلة دي لك. إنت إحنا نسى في مرحلة حلول. ليه. لأن زوجتك. بيتك يا بنتي. حافظ عليه. حاول اسمع منه. إيه الأسباب. هقولك على حاجة. فيه. والله ما له سبب. والله. ده أنت السوبر زوجة. ده أنت التحفة الجميلة. ده أنت اللي أيضا سابعة. كلها عشرة له كذا. وترضيه وتعمليه. والكلام حلو. وأنا كذا يا زوج. وأنا حلو. مصدقاكي. ها. وعشان كده. هنأتكلم على الحاجتين هنا. إن. ما فيش تقسير. ما فيش تقسير منك أبدا. يبقى ما تلوميش نفسك. ما تضغطيش عليها. وأنت كذا. وتفقد الثقة في نفسك. لا لا لا. ما تحزنش يا بنتي. وتخسر صحتك. لا. اعرفي السبب منه. وده الطريق تاني. ممكن يقول لك أصلك. ده أخسر منك. مثلا في إيه. أنا عارف أني مش داك. أنا عارف أني فيه زوجات. زال فل. وفير الجالة هي. ومهما يديك من الأسباب. هو الفراش. عشان بس. هو عايزة تزوج. علشان خلق. تمام. التزوج ومتعملش الحرام. أنا بقول لك أهو. لا لا لا. أنا مش هعطي زواجه. وأنت مرد. وأطيق الخيانة. والنار. وأثامة. وعلى بيتك. وعلى أولادك. وعلى بناتك. لا 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 لا. اسمع كلامي. أنا خلاص. مش دنيا. والنقطة دي. هنتكلم فهم. عشان ده مش موضوع. نهاردة. عشان ما نخشش بس. يعني. في سقاق. تمام. يجي يقولك تأثير منك. مثلا. مش بقول كده. إن هو بيقول فيه تأثير منك. وفيه أسباج. مش ببرر له. أنا مش ببرر للخيانة والخيانة لا تبرر على فكرة. لكن بقول كده عشان إيه. إني فعلا فيه زوجات بتبقى مقصرة. أول ما تحمل وتخلف. والله يتعمل نفسها. ما بتسرعش شعرها. طب أقول لكم إيه تعمل. قلت لك. لا لا لا. مش أنا مش أده وتعيطه. مش عارف إيه. ويا أمي تعالي. ويا أمي كذا. ويا أمي كذا. طبيعي. وتيجي عين أمها تلاقي. وتخلص لها تقولك. إيه تعمل قبل الراجل. زوجها ما يجي. لو جيها عارف. عشان هي. مش قادرة. طب يعني إحنا عشان هي مش قادرة نرميها. ما هي حملت لوحدها. آه. خلي بالك. يا دي الزوجة من النقطة دي. ويا بنات. ويا أمهات من فضلك. علم البنت. إن النظافة دي في كل شكلك. في حالك. وفي وقتك. ده ليكي. قبل ما يكون لزوجك. وقبل أي حد. أنت ذات نفسك. يقولك مثلا النظافة الشخصية. مهملة فيها مثلا. يبقى ننتبه يا جماعة. سنن الفطرة. ما يعديش شهر واختسال من الجنابة أو من الحيد. وانت لازم تكون يا عاملة سنن الفطرة. ريحتك وطيبك ورحتك. أطيب الطيب. ما فيش ما فيش. ما عنديش. ونحن نقول الطيب والرائحة. والكلام ده جواه البيت. يقولكيش طلعي. استغفر الله رواح برا البيت. أو عطر برا البيت. لا جواه البيت. طيب يجي تقولك. ما هو مش عارفة. لا أعملي أعملي. واسمعي شوف البنات بعملي. وتكلمنا في حلقات كتيرة جدا. بقى. أعرف الحمات واللزبا. ومش عارفة تعملي إيه. وتروح تنقعي نفسك في الزيت. وتنقعي نفسك في اللفندر. وتلعي بتبرقي جدا وجميع. ده لنفسك يا بنتي. جي حملة جي. ولادة جي. انت ذات نفسك ببكت. ومعظم الخيانات اللي بتحصل. بتيجي يا عيني بفترة. يا آخر شهور الحملة الأخيرة. وراح تولد عندهمها. لا. قالك يقولك. قالك يقولك ما يتسابش. وبعدين هو مش العيال. ده مش ابنه يعني. ولا إيه. لا خد ابنك بقى ونمي في القضاء. لا 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 لا. نحنا مع بعض الشركة. في الكلام ده. يقعد معاك. حتى من أول شهور الحملة. ويكلم الولد. مش يجي بقى أول ما يتولد. والولد يجي اسمع سوط الأب يتخاض ليه. ومتعود سوطك بس. وانت بقى أطل فيه. لا يتعاود سوط الأرض. قال لي أرشانه بشاطر. قطية بالتيب الماء يا جماعة. كمان بنتكلم عن ريحة الفم. ساعات تقولك. اه أنا بغسل سناني. وتغسلها بالمعجون. وبحط كل الكلام ده. لكن لو عندك سنة. ولا درس مسوس. هيطلع ريحة مش لطيفة تماما. وريحة مش تمام خالص. فاروح يعالجي. وما تقولش. ومش قادر يقرب. وبعدين. ده يقولك. ده كانت معدية جنب ريحة شعرها. اه. النساء بيعملوا حاجات للشعر. مش بس الغسيل. ويلا كفل البتاعت. قالك من عام لا بالشامبو. شامبو. لا خسل. بحط الراحة العرافي. الكلام ده بيتجاب منين. وبيتحط ما عرفش ايه. وبيتحط حاجات مش عارفة ايه. بعد الغسيل. وحاجات كده. عشان تريحة جلد شعرك ذات نفسه. وريحة الشعر ذات نبت. يبقى حاجة حلو. مش بقول كده. ببرر له. هو أنت كل حاجة. يعني هو كان مبرر كزا. طب أنا متضايقة. طب أنا تعبنا. اه حلو. تعبنا فترة. مش كل وقتك. ما احنا بنقول بقى. الانانة والزنانة والحنانة. ما بيش الانانة دي خالص. العمال الـ 24 ساعة. في الـ 24 ساعة. الـ 12 شهر. في الـ 24 سنة. يعني صعب يعني. وقت المرأة. كيف تيكم. ويروح النبع صلى الله عليه وسلم. ويتفقد. ويشيل عنك. وأعرف أزوات. الله مبارك لهم يا رب. ويشيل زوجته. ويقول لك لها كذا. وعمل لها. في وقت تتعبها. وحل وجميل. لكن مش دا دايدة. مش دا سمتك وحالك. على طول يا عيانة يا أنانة. مش عارفة. ما يقول لك. ساعة مش عارفة إيه. ساعة الطبيق عيانة. مش أكرر المسأل. وساعة الغسيلة عيش. مش فاكرة بالحاجة. بس حاجة كذلك. يعني كل الوقت تتعباني. ما ينفعش. ما تهميليش نفسك. خلي بالك من نفسك يا بنتي. وعاوز أقول لك. إن دا في الأول وفي الآخر. ليك إنتي. ولنفسك إنتي. ولشخصك إنتي. قبل ما يكون لزوجك. أو يجي مثلا. يجي الزوج يقول لك. من ضمن الأسباب. برضو مش ببرره. لكن أنا بقول لك. اسمعي منه الأسباب. وممكن تكوني مش واخدة بالك. طريقة حوارك. ما سيقول لك. هي ساعة ما حملت. وخلفت. كأن أنا كنت قال. علشان هي تحمل. وخلاص. رمتني. أو طريقة حوارها. حدة جدا. وجفة جدا. وطص جدا. في الكلام. عارفيني الناس الصدمية كده. اللي أصلا. الواحد بيتحرج. وتحرج اللي قدامها. أنت أصلا. بتتجنبه. عشان ما يحرجوكيش. دي طبعتها. صعب جدا. صعب أنك تطلعي بره. إطار الأنموسة والكلام. في المرحلة دي. اللي أنت عرفت فيها. وقالت وخلاص. واستمر مرة. بما بالأقوم. وبعد كده. واجهتي. خلاص. بلاش في المرحلة دي. تعرفي العيلتين. تعالي شوف ابنوقه. واللي عمل. واللي سوى. هاللي كنت. هاللي شلتك. وتجيبي أهلك. وتعالي. وخاين. لا. سبري. مش دلوقتي. هينجابه. لو استمح. هينجابه. لا. استغفر. صلى الله عليه وسلم. وعافية لكم يا رب. لكن. بلاش العيلة. والأختك. والدنيا. وجذختك جاي. وينفع. طب ما هو. لا. إصبري. أنا بديك حلول. قبل المرحلة الأخيرة. حاول الأول. عشان إيه. عشان نسيب فرصة لرجوعه. عشان نسيب فرصة أنه يتوب. ونعينه على التعافي من الأمر. المحرم ده. وما نكونش نعمل للشيطان عليه. وكمان وصية ليك يا بنتي. بلاش في خضم الدنيا دي. تفخدي ثقتك بنفسك. وكده سنة وحشة. وسنة وحشة. وحب فيها إيه. وكية فيها إيه. طب. لا. هو غلط يا معاصر. تحمليش نفسك مع صيته هو. ومعصيت غيرك. ولا خطو. انت صالحة. وانت تقية. وانت محافظة على بيته. اللي كلمها دي. ايا كان. دخل من شباك. دخل من روتر. دخل من واي فاي. اي حال. لا. انت ماذا كده. وانت صلى الله من الهداية. يقولوا امين. ان شاء الله تقدر تحفظ على بيتك. وعلى زوجك. طب لو مقابلات. مقابلات. بس ما فيش الكبيرة. استغفر الله. ما فيش العمل المحرم. موقعوش في العلاقة المحرمة. يبقى نواجه. يعني هنا مش هقول. اول حاجة. ان انا هقول ما بالأقوام. لا. هنا هواجه. مع إدائك رفضك التام. لحاجة زي كده. وسلوك زي كده. ده يغضب الله عز وجل. واحنا مش نقصين. غضب ربنا يجي علينا. على بيتنا. على هنا. احنا مش نقصين حاجة زي كده. لا. ده بيغضب ربنا. مع السؤال. السبب. يعني. ايه اللي تلع منه. إيه اللي انت محتاجه بره. وملقتوش في البيت. طب ليه ما نبهتنيش. ليه ما قلت ليش انك بتدقى. ليه ما قلت ليش كده. قصة أنا بتحرج. لا. ما فيش حرجة حرجة. يروح تعمل حرام. لا. واسمع منه. وبرضو ما تبلغيش الأهل. وتعملي كده في المرحلة دي. وخصوصا لو كانت منه أول مرة. يعني أول مرة. وانا كده. وانا كده. ما قلت أنا شطان. لا. لا. ما فيش طلق. أنا عايز. لا إزاي. وبيتي وأولاد. وفيه كثير جدا جدا من رجال. لما بيحس ان هو يفقد بيته. ويفقد زوجته. ويخرب بيته. كامل بأولاده. والكلام ده بيرجع. ويبقى عليك بالصدمة. ألف نهار مبروك. يعني يا دي الهنك. لما يرجع عن الكلام ده. ده شيء طيب. أنا فاكرة كثير جدا جدا. بتبقى الزوجة فعلا. مش مؤسرة. ولا مقصرة. لا معي ولا في أي حاجة. مش مقصرة والله. لكن وقع في فتنة. في شبهة. نفسه أمرته بالسوء. يبقى نعين. ونستعين. طيب. تمام عرفنا القصة دي. واحدة تقولك. لا أنا ما أقدرش أصل. لا. ما هو. بصي. هقولك على حاجة. الزمن اللي إحنا فيه. زمن صعب أوش. أنا شفت حالات. والله. مصلحة حكومية. ودائما بحكي لكم الموقف ده. أنه علق في دمائه. أنا مش عاشة عملت. مش عايزة أقولك. قعدت لأعمل دعوة إلى الله. في المصلحة الحكومية. واحدة جاية. وهذا الأمر. أنا شفته. يعني. ولابسة. يعني. لابسة حجاب مطلوع كده. والزرار. من الزرارات تتفك. بس الله العفو والعافية يا رب. وسترنا فوق الأرض. وتحت الأرض. وعمل عرض عليك. راحت لواحد زميلها. والزرار مفتوح. ما عندكش. مش عارفة إيه يسد الزرار. والله. هذا أنا شفته. وقلت لها. عندك واحدة ستة. وهو الرجل اللي معادة ببس. وإزاي تقولي. كذا كذا كذا. وانتو الدنيا. ده زي أخوك. زي أخوك يا وامش أخوكي. وقعاش عايزة أقولك. عملت إيه. الحريم. واحدة سايبة طرقة كلها. يعني. مكانه. وفي رجال واقف هنا. وفي طرقة هنا فضية. وفي نساء ناسين. راحين جايين. ناس يعني. مصلحة. سايبة الدنيا كلها. وراحة جاية. في الحتة اللي فيها الراجل ده. وتعدي من على حزاؤه. والله. هذا حصل. تعدي من على حزاؤه. واستغفر الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحال. قال. عوضوا فبيقكم. عوضوا فبيقكم. والله. لو يملكونا الكلام ده. نقعد الحريب في بيوتها. يصرحوا شعرهم. وزي الفل. ومرتباتهم. يا سيدي. ما تجدهمش. ادي نص مرتبهم لأزوجهم. يا العيش. تبقى زال فل. اذا اتحقق. ذاتها روحي عقاية. في مجتمع النساء والدنيا. وعمل اللي انت عايزاه. لكن اختلاط بالشكل ده مؤسي. انا مش ببرر لزوجك. عشان بصي ما تقولي. انا مش ببرر. بس انا بوريكي وضع. وضع مقفور قوي. وبعدين ده مش وضعه بس. تعال انت فتح النت كده. شوفي مثلا الوطش. يا الله. بتتفرج انت على فيديو تربية مثلا. وعلى مش عارف حاجة خاصة مثلا. بأي كوميكس دحك. ولا اي حاجة. شوفي ده. شوفي ده. استغفر الله. استغفر الله. تربية تتفرج على الحاجة. ما جايلك. حاجات تانية. ولا الاعلانات اللي على الجنب. مثلا الناحية. الاطفال يا مسلمين. اللعبوا لعبة. وجنبهم حاجات. ايه اللي جنب العيال. ايه الاعلان اللي جاي جنب العيال ده. كارثة. عشان كده نقول الحاجات الآمينة. أنا مش ببرر بس أنا عايزك تشوف الدنيا عمنا زي فما نكونش عاون وخصوصا لو كانت أول مرة والراجل عايزك واستغفر وحايل الدنيا كلها أرجوك ورجعوا لي زوجتي وأرجوك وأرجوك جزال لخير تمام حاضر نصبر ونعمل مش سيح بقى بهدل الدنيا يبقى نعين ونستعين فوز الأولين أدعو الله سبحانه وتعالى الحلقة كافية طب متعدد العلاقات بقى أو حتى مرة واحدة متعدد العلاقات ده لأ ما وتم كشف هاتك سترو وساعة لما حصل حصلت له الصدمة وأنا أبدا وكذا وطبت وسبت وبعدت وقفلت ورميت الشراء وكلمت وبعدت عن الناس وراغئ وسبت البالدة كلها أو صاحب العلاقة المحرمة استغفر الله استغفر الله وما ينفعش تقولي أصلي كان بين من الكلام لا أخلي بالك عشان ده محصن ده محصن ما ينفعش أقول إلا بدليل وبيينه وحاجة حاجة كذا ما هتكشي الستر والله لو قدرتي على هذا الأمر يعني ما تقوليش يمكن يتوب طيب وليه بالطلبيني بكده وهو لو الراجل حاجة أبعشوبها دي بس تصبره كمان شوية طيب أنا مش أدر حقك في نساك ما تقدرش بس خلي بالك أنا بقى هبتكلم على حتة إيه عايزة ترجعي أو قررنا أن إحنا نصل والراجل فعلا تب إلى الله والناس والكلام ده خليني وأشرح لكم الحتة دي من فضلكم قبل ما تكرري ترجعي فيه كذا حاجة لازم تتم تب وتعرفين صدق تبتو في مجلس الجالة شاهد عليه لو أنت لو الأمر تفضح أو الأمر كان كذا أو بينك وما بينه بنكتب الكلام ده وبتشاهد الله عز وجل عليه وبيمضع الاتفاق اللي بينك وما بينه ده لأن ما فيه الست بترضى أن أنت عرفت أن زوجها راح استغفر الله في علاقة محرمة مع واحدة وأتم الأمر الآخر استغفر الله يا رب نسأل الله العفو والعافية لكم جميعا يا رب قولوا أمين صعب على نفسيتها وأنا هكلم الزوج في آخر الحلقة وقلوا إزاي الدنيا دي بتبقى عند الستة عاملة إزاي طيب حصل الأمر وقررت ترجعي وتابه خلاص وكتب وأناب وكلام ده ما ترجعيش بدون كشف عن نقل الأمراض لازم تكشفي الأول الأمر اللي عنده ده مش عارفة إيه استغفر الله جالها إيه فنقل استغفر الله المرض الجنسي اللي عنده من العلاقات استغفر الله لزوجته مرض ما بيتعالجش حاجة مش عارفة خاصة يعني أسماء كتيرة جدا 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 ومعروفة ونقلها لزوجته اللي هي أصلا وفقت إنها ترجع قبل ما ترجعك شوفي فيه مرض مزمن وفيه حاجة خاصة بانتقال ولا لا أو إذا كان كده يتعالج لو قررت إنك أنت تسمحين فيه زوجة تقبل إنها تسمح وأنا ولا غيري ولا ألف زي ولا مئة مليون شيخ معمم أنا بقولك يفرض عليك على نفستك ترجع لو ما ترجعيش بس أنا بقولك أنا بقولك لو غلطة لو حد مش عارفة إيه أو لو واحدة مش ببرر لكن تاب وأناب وعايز وفضل تحت إديك ورجليك كده مخسركش ولا خسر بيتي أنت طهرة أنت زوجتي أنت كذا أنت أم أولادي وقايل الناس كلها ويكتبوا علي المواسق والعود اللي أنت عايزينها وإنت قررتي مش كلامي اللي خلاك تكرر أنت قررتي أنك أنت تكملي لازم تعملي الكشف يجيلكش إدز ولا يجيلك أمراض تانية تناسلية يعني مش عايز أقول لكم الدنيا عاملة إزاي لكن إن هو ينقل ويجي تقول لك قص الشيخ قال ومعليش لا 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 ما فيش هنا خطاب زكوري ولا هنا خطاب ما فيش الكلام ده في الموضوع دوت ليه لأن حفظ النفس من الضرات الخمس لما ترجعي في علاقة استغفر الله فيها مرض وفيها كذا تموت وميني رب عيالك بقى إن شاء الله اللي جابها عن طريق الحرام استغفر الله لا تمام حدوني بس أحب أخلص الجزئية دي تمام كده يؤسفني بقى إن الخطاب اللي بيوجه للزوجة لما زوجها يخنها يختلف تماما عن الخطاب اللي بيوجه للزوج لما زوج تبقون الخيانة واحدة يا جماعة الخيانة واحدة هو خان الله عز وجل وهي خانة الله عز وجل استغفر الله ولكن عند المرأة نادر لما تلاقي واحدة صالحة وطيبة وانت جايبة كذا وتخون إلى حاجات مش ببرر له مش ببرر له لكن انت مضيع وانت دي من الأسباب زمانة برضو عدبت لها الأسباب في أول الحلقة مانطع عشان الميزان يتزل سايب مانتش مدعم كاره ساخط عليها كذا وشايف الطبطبة من بره تقول لك لقيت الطبطبة بره ودانيا والتاني قال لها وإيه وعندوكو زقاب طالعين من جميع الأبس يعني الأبسات كلها طالع منها الزقاب الليلي دول لزوجتك هنا وهنا وهنا وطوب الشات المعامل هو يقول لها الله عليك إيه جيئ إيه دا انت كتبك كلمة في الكومنت حاجة يا إيه دا هو فيه حد كده ويفضل وهو عارف الرجل صياد الناس اللي معندهاش أخلاق اللي تروح كده على قوارير غيرها ولا عزو بالله بصوا فيه ناس بتسامح أنا عرف رجال بيسامح قولك أنا ممكن يسامح والله يتكلمني كذا زوج وقولي الزوجة اللي كلمت دي أنا مسامحها ولسه الحادثة لسه ما كملتش شهر وأنا مقاسة وانا عندي استعدادات عشان أولادي وعشان وفيه حد بيقدر يسام وفيه زوج يقولك لا ما نقدرش وبينصالح حلم اللي بقول الله بينصالح حلم وأعرف حالك كتير أنصالح حلم لكن فيه نفسيات لا تقبل تقولك ما أقدرش جابها هنا على فراشي جابته مش عاقزت واحد يقولك يا نهر دي أنا شبته وجاب لا 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 وفيش راجل بيقبل كده بطبيعة الرجل المرأة عندها عواطف ومشاعر ممكن لو حد استعطفها ولا كذا تسامح لكن الرجل قرمته وعرضه وشرفه بهدلة كبيرة طيب لو زوج ومعه زوجة سيئة ما عملتش الكبيرة لكن سيئة الخلق وسوء خلقها ده هيوديها هيوديها المهالك ويوديها بتاع سمعوا معي الحديث الخطير جدا جدا ده الحديث أخرجه الحاكم في المستدرة وصححه وصححه الشيخ الألباني الحديث سيدنا أبي موسى الأشعري مرفوع نصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم مين أول واحد عديث خطير حطوه قدامكم كل زوجة وكل زوج وكلامي هنا للزوجات بغتم بيها اوعي تكوني سيئة الخلق مع زوج اوعي تكوني الله عز وجل ادك زوج صالح وادك حياة كريمة ورحتي في الطرق استغفر الله لا لا أنا زي ما بهدلت الحلقة كلها والراجل وعمل وكذا وكذا وانتي كذا وليك الحق وهو وهو كمان خلي بالك ان شاء الله ما يكونش الناس اللي تتفرج علينا وان شاء الله لكن لو تعرفوا حد كده سمعوهم الحديث ده رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان تاني حال كان له على رجل مال فلم يشهد عليه لم يشهد عليه وقدت له واحد مال فالله عز وجل قال فاشهد عليه وكتب ورجل اعطى سفيها المال ومعروف انه سفيه وتحكم عليه بد انه سفيه واعطاه مال وقال الله عز وجل ولا تؤتي السفاء امواله ثلاثة يدعون الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب له رجل كان تحت امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها قاعد يدع عليها ما تبتدع مش هيستجاب لك ليه لان انت اللي معذب نفسك اصلا بعشرتها وكان فيه ساعة انك تفرقها بسوق خلقها دي من الامور يا جماعة وناخدها كده على بعضها مشقول لا اصلي كده ولازم ضغطين علينا ورجع لا لا ما تديش الامور اكتر من معناه ورجعوا للحلقة دي تاني وقسموا الحاجات اللي هي فيها كده واحد اثنين تلاتة عشان نعرف نتعامل ازاي هذا الله سبحانه وتعالى يا رب يجنبنا وإياكم والنساء المسلمين ورجال المسلمين والأمة كلها يعني الحرام اللي ربنا لا يرضاه ويرزق البيوت الحلال الطيب الامن اللهم امين